موسيقى موسيقى السلام عليكم بعد معارك شريسة تمكن الجيش الوطني من تطهير سلسيات جبال النار شمالية شرق حرد في محافظة حجة بحسب عسكريين فإن القيمة العسكرية لهذه العملية تتمثل بأنها خطوة قطعة من خلالها الجيش الوطني الطريق الواصلة بين حجة وصعدة وسيحكم السيطرة النارية من خلالها على أجزاء واسعة من حجة وصعدة تأتي هذه الخطوة في إطار عمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني في المنطقة الخامسة لكن يظل السؤال هل تمضي هذه العمليات وفق رؤية استراتيجية في إطار معركة السعادة الدولة أم أنها تهدف لتأمين العمق السعودي فقط هل سيمضي الجيش في تأمين المناطق المحررة ويواصل ضرباته باتجاه معقل زعيم الميليشيا إذن مشاهدين الكرام حول هذه التطورات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة نبدأ نقاش مشاهدين الكرام بعد متابعة هذا التقرير يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي شيئا فشيئا إذ سجلوا جيش الوطني نصرا جديدا هذه المرة بالإعلان عن تحرير سلسلة جبال النار في مديرية حرض بمحافظة حجة معركة سقط فيها عشرات المقاتلين الحوثيين ممن يدفع بهم الحوثي لمحارقة يدرك جيدا خسارتها أو استحالة إحراز أي نصر عسكري خصوصا وأنه لا يمضي يوم لا يخسر فيه الحوثي أرضا وعتادا ومقاتلين جبال النار الاستراتيجية الفاصلة بين محافظتي حجة وصعدة سلسلة جبلية يزيد طولها عن 12 كيلو مترا والسيطرة عليها تعني سيطرة نارية على أجزاء كبيرة من حجة وقطع إمدادات الميليشيا بل وفصل محافظتي صعدة وحجة عن بعضهما هيا الله عز وجل للنصر المبين على الميليشيات الإنقلابية في هذه المنطقة وتعتبر الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة قطع إمدادات العدو وعزل صعدة عن الساحل بإذن الله عز وجل وتكون البداية من هنا تمام وتأمين أخواننا في ميدي وتعتبر حرض في اليد والمناطق الأخرى أيضا بالكامل بإذن الله عز وجل المساحة الجغرافية التي سيطر عليها الجيش الوطني في مربعات تشكل عمقا وجوديا للميليشيا في محافظة حجة يقترب بعد ذلك من تطويق معقل ميليشيات الحوثي من جهات عدة وبالتالي عزل صعدة كليا عن طريق الإمداد في حجة وتحديدا حرض وميدي بات الجيش الوطني أقرب إلى معقل الحوثي أكثر من أي وقت مضى وسط أنباء عن تسجيل حالات فرار جماعي لميليشيات الحوثي من جبهة المنطقة الخامسة غير أن الحديث عن انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي يقود إلى أسئلة تتعلق بتأخر حسم المعركة في بقية الجبهات أجدد ترحبكم مشاهدينا الكرام كما أرحب بمن ينضم إلينا من مارب رئيس المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة المقدم بندر المهدي أهلا بك حضرات المقدم أهلا وسهلا حياكم الله إذن لو بداية نبدأ بإطلاع أستاذ المشاهدين على آخر مستجدات طبيعة المعارك التي حاصلت في المنطقة العسكرية الخامسة تحديدا في المنطقة الواقعة بين صعدة وحجة حضرة المقدم تحية لك أخي الكريم وتحية لطاقم البرنامج وطاقم قناة بلقيس كما هي التحية لكل أبناء شعبنا ونخص بالتحية مقاتلين وأبطالنا البواسل في المنطقة العسكرية الخامسة وفي سائر المناطق العسكرية وفي كل الجبهات والمواقع بالنسبة للمستجدات على الأرض في منطقة حرض طبعا خلال الشهر الماضي وفي العاشر من إبريل تكلل نصر كبير لأبناء الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة وهو تحرير كامل لمدينة ميدي وخلال ثلاثة أيام الماضية كان هناك نصر جديد ومؤذر في محور حرض تمثل هذا الانتصار الكبير في تمكن قواتنا وأبطالنا البواسل ممثلين بقوات القوات الخاصة بقيادة العميد محمد الحجوري حيث خاض مقاتلين معركة شرسة مع العدو شرق مدينة حرض في سلسلة جبال أبو النار وكان هناك عنصر المفاجئة للعدو حيث كانت خلال الشهور الماضية كل المواجهات مع العدو في محور حرض كانت على ضفاف المدينة بينما كانت هناك المفاجئة للعدو حيث تمكن أبطال المقاتلين من فتح منطقة جديدة لم يتوقح العدو وحيث دخل مقاتلين إلى سلسلة جبال أبو النار التي تمثل أهمية الاستراتيجية أنها بالسيطرة عليها تعتبر مدينة حرب يعني مسيطرة عليها كما أيضا كما ورد في تقدييركم وكما هو معلوم أن هذه سلسلة سلسلة هامة واستراتيجية وتفصل بين محافظتي حجة وصعدة وأيضا من خلال هذه العملية العسكرية يعني الناجحة تمكن أبطال الجيش الوطني من قطع خط حرض الملاحيط طيب الآن عندما نتحدث على هذه المناطق أنت تفضل بالقول أن ميليشيات الحوثي لم تتوقع هذه العمليات أو هذه المعارك في هذه المناطق بالذات لماذا ذلك؟ أخي الكريم طوال الفترة السابقة بل خلال سنتين كانت هناك الاشتباكات والمعارك تدور على تخوم مدينة حرض ولذلك كان العدو يتوقع أن يكون هناك إعداد لعملية عسكرية لدخول المدينة وبالتالي كان عنصر المفاجأة في هذه العملية العسكرية الناجحة التي قادها أبطالنا يعني كان عنصر مهم في هذه المعركة حيث تمكن مقاتلين وأبطال الجيش الوطني من استكمال السيطرة على هذا الموقع المهم والاستراتيجي طيب هل لنا نتحدث أكثر عن طبيعة المعركة عن الإحصائيات خسائر ميليشيات الحوثي في هذه المعركة؟ هل لديك أرقام حول ذلك حضرة المقدمة؟ أتمنى تكرر السؤال لو نتحدث عن طبيعة المعركة أقصد من ناحية الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها ميليشيات الحوثي في سياق هذه المعركة؟ نعم أخي الكريم بالنسبة بشكل عام المعارك التي خاضتها الميليشيات خلال العامين الماضيين مع أبطالنا منيت هذه الميليشيات وهذه العصابة الإجرامية بخسائر كبيرة سواء في قياداتها سواء في مقاتليها من الصف الأول يعني خسائر الميليشيات بالآلاف كان لدينا إحصائية في نهاية 2017 كانت خسائر الميليشيات أكثر من 6500 مقاتل يعني هؤلاء قتلى ويعني طبعا هناك حضور كبير وفاعل لقوات التحالف العربي والإسناد مقاتلة التحالف لأبطال الجيش الوطني في كل المعارف يعني بالحديث عن هذه النقطة ما هو طبيعة هذا الدور يعني فيها الضحايا التي يخسرها الميليشيات في هذه الجبهة ما هو طبيعة الدور الذي ترعبه قوات التحالف كدر لو سمحت العربي في هذه العمليات العسكرية نتحدث خاصة عن المعارك في سلسلة جبال أبو النار نعم أخي الكريم بالنسبة للقوات التحالف العربي تقف معنا في جبهتي حر الضميدي جنبا إلى جنب سواء من الأشقة في المملكة العربية السعودية وكذلك وجود يعني لواء الحزم من الأخوة في القوات السودانية وهم معنا جنبا إلى جنب هذا فضلا عن يعني الإمداد اللوجستي سواء من معدات العسكرية أو غيرها وكذلك يعني مشاركة مدفعية التحالف العربي في كل معاركنا إضافة إلى الإسناد الجوي والمباشر من قبل طيران التحالف العربي الذي ساندنا يعني في كل المعارك وبالتالي يعني ضحايا العدو في جبهتي حر الضميدي يعني مهولة بسبب الإسناد المباشر من طيران التحالف العربي الذي يستهدف تعزيزاتهم في جميع المعارك طيب يعني باعتبار أن هذه المناطق قريبة من الحدود السعودية هل هنا قوات من التحالف العربي على الأرض تشارك في هذه العمليات أم أن فقط قوات القوات الخاصة بقيادة العميد الحجوري هي من تقوم بالعمليات أتحدث عن جبهة الملاحيط وسلسيات جبال أبو النار أخي الكريم بالنسبة للقوات التحالف العربي هي حاضرة معنا جنبا إلى جنب سواء في حرض أو في ميدي ويعني ربما ما يميز جبهتي حرض وميدي هو الحضور الفاعل للأخوة الأشقاء من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية السودان ويعني مساندة الأشقاء لنا في معركة ميدي أو في معركة حرض يعني مساندة قوية وفاعلة وحضور فاعل يعني نحن نعلم إمكانية الجيش الوطني يعني أنها يعني كإمكانيات خاصة أنها إمكانيات ضعيفة نحن نعلم أن يعني كل ما كانت تملكها القوات المسلحة اليمنية استحوذت عليها الميليشيات وبالتالي كل الدعم المتواجد معنا والموجود معنا هو من الأخوة في التحالف العربي لكن أنا كنت أتحدث عن طبيعة التواجد على الأرض أتحدث عن وجود قوات برية تشارك في المعارك هل هذا موجود بالنسبة للقوات السودانية أو القوات السعودية من التحالف العربي أم لا بالتأكيد أخي الكريمة الأخوة الأشقاف الأمملكة العربية السعودية يعني القوات البرية الملكية السعودية متواجدة معنا على الأرض الأخوة من جمهورية السودان يعني متواجدين معنا على الأرض معركتنا واحدة ومصيرنا واحد إذا ما نسبة المشاركة لهذه القوات أهل من المعروف عدد القوات المشاركة حضرة المقدم؟ لو سمحت كرر السؤال لو كنت أتحدث على إذا كانوا هم متواجدون كم هي نسبة تواجد هذه القوات على الأرض؟ هل لديكم أعداد أو يعني لو تعطينا معلومات حول من هي الكتابة أو الألوية المشاركة؟ بالنسبة للأخوة الأشقة في الجمهورية السودان هناك لواء الحزم ويعني معلن عنه ويعني قواتها حاضرة معنا في جميع الكتاب وكذلك هناك نفس التشكيلة موجودة من الأشقة من الجيش السعودي القوات الملكية البرية السعودية موجودة أيضا معنا نعم طيب إذا ما عودنا إلى أرض المعركة حضرة المقدم نتحدث عن قطع خطوط إمدادات الميليشيا هكذا كما هو معلن من قبل المنطقة العسكرية إلى أي مدى تكمن أهمية هذه المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني؟ نتحدث مرة أخرى عن سلسيات جبال أبو النار نعم أخي الكريم ما تحقق خلال الثلاثة الأيام الماضية هو يعتبر انتصار استراتيجي كبير لهما بعده حيث تمثل هذه السلسلة يعني مكان ارتباط إن صح التعبير بين محافظتي حجة وصعدة وكذلك يعني منطقة فاصلة بين منطقة الملاحيط التابعة لمحافظة صعدة ومنطقة حرض التابعة لمحافظة حجة تشرف هذه السلسلة على عدد من التباب التي تقع شرق مدينة حرض وبالتالي يعني السيطرة النارية على مدينة حرض موجود ويعني سقوط المدينة يعني أصبح باليد كذلك بالنسبة لسلسلة سلسلة جبل أبو النار من جهة الشرق هناك منطقة المزرق التابعة لمديرية بكيل المير التابعة لمحافظة حجة وبالتالي يعني تعتبر هذه السلسلة عسكريا يعني هدف هام ولهما بعده يعني قوة العدو تتهاوى والمواقع التي تلي هذه السلسلة أصبحت أيضا في مرمى نيران أبطال الجيش الوطني الخط الواصل بين الملاحيظ وبين مدينة حرض يعني قطع تماما وبالتالي الميليشيات تبحث عن يعني الميليشيات التي كانت في هذه المناطق فرت من أمام أبناء الجيش الوطني وبعد تلقيها هزيمة كبيرة وكذلك الميليشيات المتحصنة داخل مدينة حرض يعني كما بالأمس كانت مدينة ميدي باليد بعد حصار يعني دامة لعدة أسابيع حرض في متناول اليد بعد هذا الحصار الذي بدأ خلال اليوم من الماضيين طيب إذا ما تحدثنا بشكل أكبر في المنطقة العسكرية الخامسة هناك ربما معارك أيضا بجوار هذه الجبهات هناك صعدة هناك جبهة البقع بداخل صعدة بالمقابل هناك أيضا المعارك على تخوم الحديدة هل هذه العمليات كلها تتم بالتنسيق وبالتعاون مع الجبهات جميعها ما طبيعة هذا التنسيق لو تحدثت عليه حضرة المقدم بالتأكد أخي الكريم قوات الجيش الوطني لها قيادة وكل العمليات يشرف عليها من قبل دائرة السيطرة من قبل رئاسة الأركان العامة كل العمليات تدار بغرفة عمليات مشتركة سواء مشتركة مع الأخوة في التهالف العربي كل العمليات التي تدور سواء في الساحل الغربي سواء في محافظة صعدة سواء في محافظة حجة في إطالة منطقة العسكرية الخامسة أو في إطالة منطقة العسكرية السادسة لا شك أن كل المعارك تدار بتنسيق كامل ومشترك من قبل قيادة الجيش الوطني طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا حضرة المقدم أرحب بمن ينضم إلينا الآن العقيد أحمد أبو هادي قائد القطاع الثاني في القوات الخاصة من حجة أهلا بك سيادة العقيد أهلا بك سيادة العقيد حياكم الله إذن وأن تحدثنا من حجة سيادة العقيد أين وصلت هي التقدمات التي حققها الجيش الوطني في جبال أبو النار وما حولها أيضا الحمد لله على كل حال والله يا صاحبي حققنا نصارات كبيرة بفضل الله وفضل الرجال المقاتلين والجنود البواسر والأشقاء وصلنا إلى منطقة الفج وجبل الشبكة شرقي حرض وسيطرنا على الزفل الزفل ترابط لنصعده وحرض هذا الحمد لله بفضل الله عز وجل طيب ما هي طبيعة الصعوبات التي تواجهكم أثناء هذه العمليات العسكرية سيادة العقيد والله الصعوبات التي تواجهنا إلى القام هي هذه أكبر صعوبات نواجهها ولكن الحمد لله اجتزناها وضعنا الله وفضل الرجال والتحالف ما قسروا معنا والحمد لله رب العالمين الإمدادات والأليات العسكرية والسلاح كافة بالنسبة لكم متواجد؟ الحمد لله متواجد والمعنوية عالية وقبل كل شيء حوام الله عز وجل وفضله ومنح علينا بهذا النصر وحققنا نصر أكثر من 11 كيلو خرجنا من الحدود حتى هذا الخط الرابط بين حرض وصعده وإجتزنا هذا للقام وإجتزنا هذا الحمد لله رب العالمين طيب لو تحدثنا أكثر عن طبيعة الجغرافية للأماكن التي سيطر فيها الجيش الوطني خلال الأيام الماضية هل هي كلها سلسلة جبال أم أن هناك مناطق بطبيعة أخرى؟ يعني لنتحدث أكثر عن صعوبة هذه المناطق كلها سلسلة جبلية من داخل الأراضي الشعودية حتى هذه المنطقة التي وصلناها في الحرب المطلة على وادي حرب وادي حرب من أكبر وديان اليمن وكلها سلسلة جبلية وعرة جداً وجبال شاهدة أفهم أنكم بدأتوا من معرك من الأراضي السعودية سيادة العقيد؟ نعم بدأنا من الأراضي السعودية وهذه الجبال هي تمتد من الأراضي السعودية حتى تتوصل إلى مثلث عام نعم طيب الآن في سياق الخطة التي أنتم تمضون بها ما المتوقع خلال الأيام القادمة؟ إن شاء الله المتوقع تقدم تقدم لا توقف حتى نطاحب كل شبر في أراضي اليمن بإذن الله أشكرك إذن سيادة العقيد أحمد أبوهادي قائد القطاع الثاني في القوات الخاصة كنت معنا عبر الهاتف من حجة بالعودة إليك حضرة مقدم إذن سمعنا ربما تحديث ما وصلت إليه القوات العسكرية الآن من العقيد أحمد أبوهادي إذا ما تحدثنا بنقطة أخرى عن الخارطة هذه المعارك العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة هل التقدم حضرة المقدم يتم بالتوازل؟ لأن هناك من يتساءل على أن المعارك خصوصا التي تكون على الشريط الحدودي للسعودية هي تحمل أهداف خارج نطاق أهداف تحرير المناطق اليمنية بل هي تستهدف حماية العمق السعودي بالأساس أخي الكريم نحن في المنطقة العسكرية الخامسة نقاتل جنبا إلى جنب كما ذكرنا مع أشقائنا من قوات التحالف العربي سواء من أبناء المملكة أو من الأشقاء السودانيين وهناك شهداء سواء أيضا من أبناء المملكة أو من الأشقاء في لواء الحزم السوداني بالنسبة للتساؤل التي طرحتها ما يعيق المعارك في هذه المنطقة ليس كما تم ذكره أن هناك استراتيجية لدى الأخوة في التحالف أن تضل المعارك على تخوم الحدود في المملكة العربية السعودية نحن نعرف ونعلم جميعا أن التحالف العربي هو مساندة للشرعية اليمنية وللقوات اليمنية ولأبناء الجيش الوطني حتى تحرير كامل الأرض اليمنية وبالتالي هناك عوامل ربما تؤخر الحسم لبعض المناطق كما حصل لمدينة ميدي التي كانت زرعت فيها آلاف الألغام وكانت الألغام سبب مباشر وكبير في تأخر الحسم حتى أخذت مداها سواء من المعدات أو من استنزاف العدو إلى آخره وتحقق النصر وبالتالي عنصر الزمن هو عنصر عام وعنصر هام في حسم المعارك وأعتقد كما هو واضح وجلي على الأرض لا صحة لهذه التحليلات والآراء التي تقول أن هناك إن صح التعبير آلية التحكم بحيث تظل المعارك فقط في الحدود طيب من المعروف حضرة المقدمة على أن قوات ميليشيات الحوثي تقوم بضرب في غير الحدود مع الأشقة من المكاربة السعودية مثل صرواح، مثل نهم، مثل الساحل الغربي، مثل البيضاء هذا صحيح لكن نحن نتحدث عن هذه الجبهة منطقة العسكرية الخامسة نفس التوجه والهدف العام هو تحيير أرض اليمنية بالكامل مفهوم، طيب لكن عندما نتحدث عن هذه المعارك في الجبهة في منطقة العسكرية الخامسة أيضا عندما نسمع الكثير عن إطلاق الصواريخ الباليسية باتجاه الأراضي السعودية تكون الأخبار تتحدث على أنها في هذه المنطقة سواء في صعدة أو ربما في مناطق حتى في حجة هل استطعتم إلى الآن الوصول إلى مناطق إطلاق الصواريخ أم ليس بعد؟ أخي الكريم نحن في الجيش الوطني وفي التهالف العرضي الهدف العام والهدف الأساسي هو تحرير كامل الأرض اليمنية التي لا زالت تحت سيطرة الميليشية سواء في صعدة، سواء في حجة، سواء في الحديدة، سواء في عمران، سواء في أمانة العاصمة في كل المناطق وبالنسبة للموضوع الصواريخ أعتقد أن ليس هناك أماكن محددة لإطلاق الصواريخ العدو كل الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات هي تعتبر مناطق إطلاق صواريخ ليس هناك أماكن بعينها، هي المعنية بإطلاق الصواريخ وهدف التهالف العربي وهدف الجيش الوطني ليس إيقاف السواريخ بقدر ما هو تحرير كامل الأرض معركتنا واحدة، نحن مع الأشقة في خندق واحد أيضاً ما يمس الأشقة يمسنا الأشقة مساندين لنا ونحن كذلك سنكون وسنظل سنداً لهم نحن عنقل الأشقة كما الأشقة هم عنقل لنا قد تطرقت قبل قليل حول نقطة مهمة وهي مسألة الألغام التي زرعتها وتزرعها ميليشيات الحوثي إلى أي مدى هذا يؤثر في عمليات التقدم؟ وما هي آلية نزع هذه الألغام؟ وهل هي ناجعة بالنسبة لكم في المنطقة العسكرية الخامسة؟ أخي الكريم، كما نتكلم دائماً العدو يتسلح بهذا السلاح الجبان وهو الألغام العدو يمتلك مصانع محلية لتصنيع الألغام العدو أداة موت، أداة قتل بدلاً أن ينشغل بحياة الناس الذي سيطر عليها سيطرة كاملة العدو لا يفكر إلا بالموت وأدواته هناك ألغام محلية الصنع منتشرة في كل مكان هناك ألغام بحرية تهدد الملاحة الدولية نحن بين الحين والآخر نقدم لوسائل الإعلام عدد من الألغام البحرية التي تستهدف الصيادين وكذلك التي تستهدف طرق الملاحة الدولية هناك عدد من الزوارق تم القبض عليها والتعامل معها وفيها ألغام التقير الدولي الذي صدر على الممتحدة تكلم عن خطورة هذه الألغام الميليشيات تعتبر تهديد الملاحة الدولية هدف استراتيجي من أهدافها بالنسبة للتعامل مع الألغام حقيقة خلال أكثر من عام هناك يوجد كاسحات ألغام وساعدتنا كثير في السيطرة على مديرية ميدي وهناك أيضا وسائل أخرى منها صواريخ تستطيع التعاون مع الألغام ورغم ذلك تظل الألغام عائقاً بسبب عشوائية زراعتها وكذلك بسبب الكثافة المهولة لزراعة هذه الألغام سواء في الصحراء أو في البحر في سياق التقدم الميداني على الأرض حضرة المقد هل أنتم تتوغلون في مناطق وبيئة حاضنة للحكومة الشرعية مؤيدة للحكومة الشرعية أم أن طبيعة التركيبة السكانية هناك هي ربما ليست بالدورة تؤيد الحكومة الشرعية بل ربما تؤيد ميليشيات الحوثي حدثنا عن طبيعة هذه النقطة إذا سمعت نعم أخي الكريم طبعاً بالنسبة للحاضنة للعلم والأستاذ المشاهدين أن الميليشيات عندما أحكمت سيطرتها على مديرية ميدي وعلى حرض وعلى المناطق المجاورة لها أخلت المدن تماماً وهجرت أهلها وأصبحوا بلا مأوى وأتخذت من تلك البيوت وتلك المنازل وتلك المزارع يعني مخاب ومواقع عسكرية وبالتالي لا نستطيع الكلام هنا عن وجود حاضنة لا يوجد تركيبة سكانية في هذه المناطق تماماً أما بالنسبة للمناطق التي نحن في طور الوصول إليها غير منطقتين حرض وميدي فهناك نحن نعلم حجم الحوثي داخل التركيبة السكانية اليمنية بل نعلم حجم الحوثي داخل محافظة صعدة التي انطلق منها أكثر من 70% من أبناء محافظة صعدة يعني لا يؤمروا بنظرية الحوثي ولا يساندوه لكنهم يعني مغلوبين على أمرهم كما نعلم ونعلم حال اليمنيين الذين يقعوا تحت سيطرة الميليشيات بالنسبة أيضاً هناك ملاحظة مهمة يعلمها المشاهد وكل أبناء الشعب اليمني هناك يعني عدد من المديريات في محافظة حجة والمتمثلة والمعروف بقبائل حجور هذه القبائل البطلة الشرسة يعني التي تقع على حدود محافظة صعدة بالقرب من يعني مسقط رأس الحوثي وانطلاقته حتى اللحظة هذه القبائل لم تخضع ولن تخضع للميليشيات لا تزال يعني حارس حدودها ومانعه للميليشيات من استحداث أي نقاط في أي مديرية تتبع قبائل حجور وهذه المعلومة يعني للجميع وهذه القبائل يعني تمثل مصدر فخر لكل يمني حتى هذه اللحظة لم تتمكن الميليشيات من إيجاد نقاط أو الدخول إلى هذه يعني إلى أراضي هذه القبائل وهي بالقرب من مثلث عاهم ويعني مديرية بستبا والمديرية المجاورة لها وبالتالي متى ما التحمت هذه الجبهة التي انطلقت يعني خلال أو العملية التي انطلقت خلال الثلاثة الأيام الماضية متى ما التحمت بقبائل حجور سوف يكون هناك نصر مؤذر لهما بعده أشكرك المقدم بندر مهدي رئيس المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة كنت معنا عبر أقمار الصناعية من مأرب ورحب مشاهدين الكرام بلواء محسن خصروف رئيس دير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني لكن قبل أن أبدأ النقاش معه نذهب إلى فاصل قصير نواصل بعده النقاش تفضلوا بالبقام أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني أرحب مرة أخرى بلواء محسن خصروف رئيس دير التوجيه المعنوي الذي ينضمنا عبر الهاتف من مأرب أهلا بك سيادة اللواء سيادة اللواء تسمعني أهلا بك رمضان كريم إذن سيادة اللواء كيف هي آخر تقدمات العسكرية بالنسبة للجيش الوطني خصوصا في شهر رمضان ونتحدث ربما بشكل أكبر عن الجبهات في حجة وبالقرب من محافظة صعدة أيضا شكرا جزيلا اليوم حصلت عمليات لها أهمية حصل ثلاثة هجومات ثلاثة هجومات حوتية في كل من أفصل وقانية وصرواح الذي لحظه الناس ولا يتحدث عنه إعلام الحوتي أن هذه الثلاثة هجومات سحقت سحقا تاما وخصر الحوتي فيها مقاتلين كوتر في هذه الثلاثة الجبهات ومنها بهزيمة مكراء يعني هذه نريد أن يعرف الجمهور ويعرف الناس أن الحوتي لن يستطيع أن ينجز أي شيء في أرض الميزان وأن عنوان عملياته الرئيسية هي الإنهزام والغروب في صعدة وحجة في العمليات المشتركة في المناطق المشتركة استطاع الجيش الوطني أن يسيطر على الطريق الرابط المحافظتين نخلط طريق حرار الملاحيط حرار هي تتبع حيار والملاحيط صعدة وهذا الطريق من أهم منازل تهريب التي كانت أعتمد عليها الحوتي فصرة المحافظتين من الجهة الغربية والتمكن الجيش الوطني من أن يسيطر على جبل أبو النار والسلسلة الممتدة منه وهذه السلسلة الجبلية مجموعة الجبال تسيطر على الوادي وادي حرب تج حرب المناطق التي كانت يهيئة في الحوتي أصبحت تحت السيطرة السيطرة النارية وبعضها السيطرة المباشرة العمليات في المناطق الغربية الساحة الغربية أو خاصة يعني غرب تعزل كانت عملية أيضا مهمة ولكن الأهم منها هو ما أشرت إلي في الصلوة العملية الكبرى التي نرجح فيها الجيش الوطني من ساعد الهجوب الحوتي هذا العموم ما من جبهة يتخدم فيها الحوتي أو يحاول يهاجم إلا وينهزم فيها هذه مورة وكذلك بالمقابل الجيش الوطني يحرض انتصارات ذات أهمية طيب سيادة لواء نحن نتحدث الآن عن جبهة ربما جديدة في الملاحظ هي كانت تشهد يعني مناورات ربما بشكل أكبر لكن التوغل هذا أنت تحدث الآن أيضا عن عدم قدرة الحوثيين على تهريب الأسلحة في هذه المناطق لو تركز لنا أكثر في طبيعة الفائدة والأهمية العسكرية لهذه المناطق التي تم تحريرها في سلسة جبال أبو النار وما سيليها أيضا منطقة الملاحيين وهي بالطاولة بالضيانية كان لأحد شركات الطرقات فتحول ترجم من كانب إلى معسكر وصبح معسكر للجيش وكان تحت سيطرة الحوتيين نجح الجيش الوطني في السيطرة على منطقة الملاحيين معسكر الملاحيين والجبال المطلعين هذا المعسكر يقع بين منطقة الظاهر وحيدان وهو قريب جدا من مديرية حيدان التي فيها جرف سلمان أو كهف سلمان الذي يختبئ فيه عبد الملكة الكوتي فمنطقة الملاحيين ومديرية الظاهر الانتباع صارت مهمة فيها إن لو استكمل السيطرة عليها بالكامل ستصبح منطقة ساقين وهي منطقة إلى الشرق من هذه المديريتين وسيصبح الطلق على مديرة حيدان وهي معقل الحوتي من ثلاث جهات رئيسية اللي هي الشمال والشمال الغربي والغرب والمسافة بين منطقة الظاهر وكهف سلمان أو جرف سلمان من سبعة إلى ثمانية كيل يعني منطقة غريبة جدا ولا أظن عبد الملكة الحوتي مع هذه المسافة ما يزال موجود في هذا الكهف نتوقع إن شاء الله أن يحلز الجيش الوطني إن صارت مهمة في هذه هذه الجبهات المتعدة في صعبة التي تشكل ما يشبه الطوق من جهة الشرق والشمال الشرقي جبهة البوق أكتاف مندبة ثم يتجه الشمال لتكونك رازح الظاهر كما أشرنا المراحيط والمنطقة جيدة لكم السيطرة عليها اليابان الطريقة الرابط بين المراحيط وحرب وقفع طرق الإمداد ومحاصرة المحافظتين من الجهة الغربية طيب إذن أشكرك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كنت معنا عبر الهاتف من مارب والمعذرة لستاذ المشاهدين على تقطع الصوت في بعض الأحيان وذلك لخلل من المصدر أشكر مجددا سيادة اللواء وأرحب بمن ينضم إلينا الآن الصحفي رشاد المخلافي الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من مارب أهلا بك أستاذ رشاد أهلا بك ومساء الخير وشهر مبارك لك ولي جميع مشاهدي أهلا وسهلا بك إذن أستاذ رشاد كيف تتابع التطورات العسكرية الأخيرة التي تحققت سواء في جبهات عديدة نذكر على الخصوص ما يجري في حجة في الملاحيظ سيادة جبال أبو النار وإلى ما شابه من ذلك في هذه الجبهات أعتقد الآن نحن نتحدث عن مرحلة متطورة جدا في سير العمليات العسكرية فمسألة تحرير سلسلة جبال النار والتي تمتد لأكثر من 12 كيلو هي تمتد من صعدة إلى محافظة حجة هذه الجبال تسيطر سيطرة تامة ناريا على مديرية حرض وعلى كثير من المناطق من ضمنها عاهم أيضا ميدي تعتبر بعد تحرير ميدي هذه الرئة التي كانت تتنفس منها ميليشيات الحوثي بتدفق السلاح والخبراء الإيرانيين سلسلة جبال جبال النار تعتبر تعتبر سلسلة ومواقع استراتيجية وأما جدا قد تسرع في عملية المعركة باتجاه حجة وباتجاه أيضا الساحل باتجاه الحديدة وباتجاه صعدة بنفس الوقت أنت تعرف أنه خلال الساعات القادمة ربما الأيام القادمة ستكون مديريات حرض من ضمن مديريات حجة بيد الجيش الوطني وهذه تكسبه مواقع واستراتيجية جدا من ضمنها تأمين مجرد السيطرة أو التحرير مديرية حرض يعتبر أنت تتحدث عن عاهم عن حيران عن عبس عن تمدد الجيش الوطني إذا حاز فعلا على نواية صادقة بالدعم ستكون الجبهة ستسير باتجاه الشمال الحديدة قد تصل إلى ميناء الصليف هذه مواقع استراتيجية أنت قطعت خطوط الإمداد قطعت أوصال الجيش الوطني قطع خطوط الإمداد ميليشيات الحوتي في أكثر من منطقة وبالذات بين محافظة صعدة ومحافظة حجة والتي كانت تعتبر مهمية ذات أهمية استراتيجية عسكرية بالنسبة لميليشيات الحوتي الآن ميليشيات الحوتي تخسر الأرض تخسر مواقع استراتيجيها تخسر ميناء ومنطقة ميدي التي كانت تعتبر الرئة الرئيسية لإمدادها بالسلاح والبال والقبراء الذين يأتون من إيران المعركة أخذت بعد أكثر وأخذت أستطيع أن أقول أنك تتحدث الآن عن النسق الأول لميليشيات الحوتي أيضا لما تحدث عن جبهات الصعدة الخمس أن تحدث مثلا عن كتاب مديرية كتاب أصبحت على وشك التحرير وهي لا تبعد سوى أكثر من 48 كيلو من مركز محافظة صعدة أنا أتحدث عن كتاب جبهة كتاب في صعدة الميليشيات الحوتي الآن تطوق في معاقلها وتعتبر صعدة ذات أهمية استراتيجية بنسبة للميليشيات الحوتي كونها تعتبر المخزون البشري كونها تعتبر مخزن السلاح كونها تعتبر مركز السيطرة والتحكم للمعارك في جميع الجهات أستطيع أن أقول أن الجيش الوطني خلال معاركه في الأطراف وكانت مهمة وكانت معارك استراتيجية منها أستطاع أن يقطع الطرق إمدادات الحوتي في السلاح ابتداء من شبوة وصولا إلى الساحل الغربي وصولا إلى ميدي الميليشيات كل يوم أو كل فترة بل فترة الأخيرة استطعت تقول أنها يزداد الخناقة عنها يوما بعد يوم إذا استمر الدعم للجيش الوطني هذه النقطة التي أريد أن أسألك عنها سيد رشاد هذه النقطة مسألة الدعم قد لا قليل كان معنا المقدم بدر المهدي الرئيس المركز الإعلامي المنطقة العسكرية الخامسة وكذا العقيد أحمد أبو هادي من القطاع الثاني في القوات الخاصة عندما نسألهم عن الإمدادات والدعم يقولون أن الأمور جيدة هل لديك معلومات أخرى حول هذا الأمر هل هناك ما يكفي ويصل للجيش الوطني في تلك المناطق ما هي طبيعة الاحتياج العسكري أعتقد أن الجيش الوطني بحاجة إلى إسناد حقيقي بحاجة إلى دعم بالسلاح بحاجة إلى حوامات أو طائرات هيلوكابتر هذه قد تسرع بشكل دراماتيكي في استكمال عملية معركة التحرير معركة استعادة الدولة معركة استعادة الجبرية معركة استعادة الهوية الوطنية اليمنية العربية معركة تأمين دول الجوار العربي بكونها عمق استراتيجي أعتقد أن الدعم لم يكن بالمستوى المطلوب بدل بعض الجبهات ربما حظيت بعض الجبهات مثلا عندنا المقاومة التهامية وألوية العمالي العمالي الجنوبية هذه في الجيش الوطني على جبهة السحل الغربي هذه تحظى بدعم ممتاز وتحقق وتبل بلاء حسنا أيضا بقية الجبهات تستطيع أن الجوف استطاع أن يحقق أن تتكلم عن سلاسل عن بيئة جغرافية عن طبيعة جغرافية غير عادية عن سلاسل جبهة المهولة في نهم في صرواح في الجوف هذه استطاع الجيش الوطني أن يحقق انتصارات وانتصارات بأقل الإمكانيات واستطيع أن أقول لك أن الميليشيات تعيش ربما مرحلة فصولها الأخيرة الميليشيات خسرت قوات النخبة في المعارك الميليشيات خسرت كثير من إمداداتها الميليشيات خسرت كثير من قياداتها الميدانية والعسكرية في الجبهات على يد الجيش الوطني هذا ما تحقق خلال الفترة الماضية أستطيع أن أقول أن لو كانت هناك حقيقة جدية لاستكمال عملية التحرير ودعم جميع الجبهات بوقت واحد قد نصل خلال أسابيع لتحرير الصحة أنت تعلم أن الجيش الوطني في عمق صنعاء على حدود أرحب سيد رشاد هل أفهم أن المعارك وأن تتحدث أيضا عن ذلك على مسألة حماية العمق السعودي هل ترى أن هذه المعارك هي ذات أولوية لاستكمال التحرير في المناطق بداخل اليمن استكمالا جبهات صعدة إلى حين غزو مقر أو أماكن تمركز ميليشيات الحوثي وقائدها عبد الملك الحوثي أم أن الأولوية أن أتحدث عن الأولوية هنا هي لحماية العمق السعودي من ميليشيات الحوثي أعتقد أن المعركة في اليمن هي المعركة في اليمن هي معركة عربية معركة يمنية وعربية بامتياز لأن لدينا مشروع المشروع الحوثي لم يستهدف اليمن فقط وإنما استهدف المنطقة استهدف السعودية بدرجة رئيسية فمسألة الابتلاع على اليمن أو السيطرة على اليمن هو من أجل تسهيل السيطرة أو تسهيل تهديد الأمن السعودي في العمق تماماً وأنت تعرف الصواريخ التي تضرب من داخل اليمن وقبل نشوء الحرب كيف قامت الميليشيات في عملية غير طبيعية في استعراض أسكري على الحدود السعودية المستهدف هي دول السعودية ودول القليج فتحرير اليمن هي معركة عربية ولا يمكن أن تتحدث عن مسألة الساحل الغربي أو مسألة تحرير حراض أو مناطق متخيمة لحراض بدون أن تتحدث عن تحرير صعدة ولا يمكن أن تتحدث عن تحرير صعدة دون تتحدث عن تحرير تعز المعركة بكل متكاملة لا يمكن سيطرة ولا يمكن تأمين العمق العربي للسعودية ودول الخليج إلا باستكمال المعركة على كافة الجبهات ودعم كافة الجبهات أنا على سبيل المثال لو أتحدث الآن عن أهم جبهة وهي جبهات البيضاء هذه جبهة التي تحقق انتصارات وانتصارات صاحقة جدا الآن وصلت ربما قد تصل خلال الأيام والأسابيع القادمة إلى استكمال تحرير البيضاء مجرد الوصول واستكمال تحرير مديرية السوادية قطع خطوط الإمدادات عن الحوث تماما واستطيع أن نقول أنها تتوجه إلى رداع وهناك البيضاء جميعها حركات مقاومة ولربما يجب تصليط الضوء عليها في سياق المعارك العسكرية على الأرض اليمانية لكن ربما في حلقة قادمة لو سمحت تقيقها فقط نعم لأن اليوم كنا نتحدث عن جبهة حرض وكذلك المناطق في حجة أشكرك جزيلا الشكر أستاذ رشاد المخلافي كنت منع عبر الأقمار الصناعية من مقرب وبكل تأكيد سنتحدث عن هذه المناطق وبطبيعة الحال انتهى وقت البرنامج شكرا جزيلا لك كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصار في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل وتحيات إنواجي السمان وبقية الأفراد في الطاقم الفني إلى اللقاء اشتركوا في القناة